كابت المصطفى يعني أكيد حدثت تباية البطولة وشفت كل الفرق أكيد يعني إحنا زي حالاتك شفنا ماتشل دا وماتشل دا رأيك عام على البطولة إيه والفرق المشاركة؟ بشكب تاني سأم إحنا البطولة العربية دي كان طول عمرها في السنين اللي فاتت ما كانتش بنفس القوة الفترة الأخيرة دي يعني السنة اللي فاتت لما الحمد لله إحنا قدبنا نكسبها كانت من أقوى البطولات السنة دي نفس الكلام بقت أقوى من البطولة بتاعت السنة اللي فاتت طب السبب إيه؟ ليه بقت قوية كده كبت؟ بيتهالي عشان الأهل بتادي يكسبها فالناس بتادي تحتم شوية في موضوع دا يعني بتهالي إحنا ما كانش فيه زمان أي حد كمية الفرق اللي بتشترك في البطولة العربية دا ما كانش موجود في السنين اللي فاتت يعني بس التدعمات بالضبط بقت قوية المحترفين بقت على مشتوى دلوقتي انت كل فرقة يعني إحنا البطولة السنة دي بيقفة اتنين محترفين غير إن من هي عقك أن تضيف واحد محترف عربي في الفرقة كل تدعمات دي غير طبعاً العناصر الموجودة اللي هي الأساسية أصلاً العيبة المصريين اللي موجودين في القhali موجودين في نادي الاتحاد غير اللي موجودين في الدور اللبناني غير اللي موجودين في دور الكويتي فألا parlar صراحة البطولة بقت صعبة جدا وبقت منقى صعب البطولات الموجودة طيب في بعض المتابعين بيقول ان البطولة العربية دلوقتي يبقى اصعب البسكتبول افريكا الليج لانه التدعمات بتبقى قوية يعني المحترفين اغلبهم اكس اي ام بي انت معلم مقولها دي او الرأي ده او انا معلم مقولها دي الصراحة انا شايف ان البطولة العربية بقت اقوى من البطولات الافريقية يعني بيتهالي احنا حضرنا بطولة افريقية اللي كانت عندنا في النادي في 2016 دي تقريبا من وجهة نظري انا برضو مش عايز حد يبقى زعلان مني انا شايف ان دي كانت من اقوى البطولات الافريقية بالزبط لتهالي المستوى في افريقيا قل شوية دلوقتي بقى الاهتمام دلوقتي في البطولات العربية هي اللي بقت اقوى الصراحة صحيح هم محترفين على مستوى بالزبط